قل ما بدل المقطع يا حبايب نزلت لكم مقطع سألت بالناس من تحبون اكثر كشيك النار نيبيوتو ولا نورستار على قناة الثاني يا حبايب رح تكون رابط بالوصف اسم القناة من الكلمة الشهير رح شوفوا المقطع اذا يعجبكم الخبار اول يعد عشاهدوا سيامد واللأسف يا حبايب اصابتهم بالكورونا في البداية نزله هذا الاستوري مبارحة ترأسه تروحوا نفحص كورونا والهنسف يا حبايب هذا الاستوري قلوا ان فحص الكورونا ايجا ايجابي يعني انه لأسف صار بهم كورونا بعد ان نزلت هذا الاستوري تقول ما دهت حسب طعم الاكل حاطوا معها السبب انه الكورونا يا حبايب طبعا الله يشفيهم يا رب ان شاء الله ما بيهم لخير وعافية ورجعوا الناب اسرع وقت ولا تنسون يا حبايب تنسونهم بالكومنتات انه والله يشفيهم يا رب ننتقل حاليا لأسو مريم يا حبايب وسفرهم لإيطاليا فنزلت اسو هذي الصور يا حبايب تشابت من داخل روما اللي هي عاصمة إيطاليا وكانت كتبها عليها انه نتفكر انه تستقر بإيطاليا لان جوها كلش حلو فكتون الكومنتات شاركوا باشياء الخرافية حيث يسوقها هناك ننتقل حاليا لبيسان تيكيت يا حبايب والشي الغريب اللي قاعد يسوي هي ولا فريقها الصراحة وسام تيكيت اللي مبارحة ما تعرفون انه قاعد يدافع عن الشواذ وكلام 18 اليوم يا حبايب بيسا تنزل هذا التكتوك اللي تشات بي هذه اللي بناية الشاذة نفسها وتشانده سوي حركة 18 يا حبايب مثل ما شايفين هذا خلق أغلب المتابعين يتهجموا عليها ويكتبوا لها انه لماذا قاعد يصر هيد شيء؟ لماذا فريق ففنبولي من الأساس من غير؟ صار بهذا السور للأسف ما هذا الصراحة اكتبنا بلكومنتات شو ركب اللي قاعد يصير حاليا فريق ففنبولي ندغل حاليا الاميرا الهسن يا حبايب بتنزيل هذا التكتوك اللي جاءت هي صديقتها من ري اختها يا حبايب اللي اغلب المتابعين ما زالوا يتهجموا عليه ويكتبوا لها انه انت سويت هذا الشيء بس على متطلعين ومنزل الوقت ارجاعي لمحمد ومن هذا الكلام اكتبنا بلكومنتات شو ركب اللي قاعد يصير بي اميرا وبين محمد كريب بما انهم يتركوا ندغل حاليا القمرطاي يا حبايب ويارا مارو هلهم ما رح يتصالحون فبرح يا حبايب قمر الطاية نزلت هذه الصورة واستوريات كانت ويابنية اسمها نور طالن ويابعض واليوم يا حبايب يارا تطلعوية نفس الابنية وقاعدين يطلعون يصورون الصوريات فهل يعترض يصير مفاوضات الصلح بين يارا وقمر ويرجعون مثل قبل ان شاء الله يا رب طبعا يرجعون مثل قبل وصوروني بعض اكتبوا لبلكومنتات شو ركب هذا الخبر ننتقل حاليا رغض يا حبايب ودخولها للمستشفى فنزلت هذه الاستوري شات كاتبة من هذه الصورة من دخل المستشفى فشات كاتبة يا حبايب انه في فترة صار بها مواقف اشياء امو زينة بسبب تغيير الجو اثر على الجسمها يا حبايب ونزل ضغطها واي اشياء فالحمد الله علي السلامتها يا رب ان شاء الله ما بيها الخير وعافية ودعو لها يا حبايب بالكومنتات ننتقل حاليا الاسمروية حبايب وابن نوح مثل ما تعرفون نوح يا حبايب بنبار حمد العوبلتة كان عيد ميلادة فنزل هذه الاستوري كاتب انه فيديو عيد ميلادة رح يزيل باتشر وراح يكون لكم مفاجآت فاكتنوا للكومنتاتج قيمة 50 هذا المقطع وبس اولا هنا وصلت المقطع فجروا طول الكاتب وبس اشتركوا فيها زي ما اخذ من هذه القصص احبكم مع السلامة